اشتركوا في القناة بالعكس شكرا لك من خلال كتاباتك حسيت لك بصمة خاصة تختلف عن بصمات كتير من الكتاب بس قبل ما نحكي برضو عن كتاباتك بنا نحكي عن بداياتك طبعا بعالم الكتابة بتحب عندك شغف بالكتابة من أنوع عمر تقريبا بدأ هذا الموضوع هو حقيقة عندي شغف بالقراءة قبل الكتابة صراحة وأنا بخط الكتابة موازلة دراسة الهندسة الكيميائية أنا مهندس كيميائي في الأساس فكانت الكتابة خط موازلة بالنسبة في فترة الجامعة إنما كانت الميول باتجاه الكتابة واتجاه الإبداع أيضا موازلة للقراءة التي كنت شغف فيها منذ فترة المدرسة كانت هناك خربشات في البداية لكن بدأت النشر فعليا في السنوات الأخيرة من الجامعة وبدأت مباشرة في جريد ترأي بس تحس أن الهندسة الكيميائية فادتك في تنظيم أفكارك وإلا فادتك كمان في حالتك المهنية والعملية عشان أنت حذرتك عشتغلت بالمنجم الفوسفات شركة مناجم الفوسفات عدت فيها فترة مليحة فإلا علاقة تشتغل بالهندسة أو خلص فترة وعدة لا والله اشتغلت في الهندسة فترة في شركة الفوسفات وحقيقة أنا أعتقد أن الكاتب الذي لديه آفاق وفضاءات مختلفة يجب أن يكون لديه هناك نوع من التفكير العلمي والهندسة تحث على التفكير العلمي تحث على تغذية الخيال وجود الكبير من الكتابة هو الخيال صناعة الصورة هندسة الكلمات الربط كل هذه الأشياء مع بعضها تكون هناك تفاعل حتى يكون هناك منتج قصصي أو منتج مصرحي أو منتج رواي أيضا وأول عمل عمل عملته الرحة كانت مجموعة قصصية كانت الرحة أخذت عليها جائزة فكيف كان شعورك وقت استلام أول جائزة لأول عمل لإلك؟ حقيقة الرحة أول قصتها مختلفة كليا أجواءها كتبت في جزء كمير منها في المنجم الغبار والعمال والصحراء والمنجم أجواءه فضاءات أسطورية كاملة وكتبتها أيضا بفضاءات روحية أخرى يعني الليل في المنجم الليل في الصحراء مختلف عن الليل والنهار أيضا والتفاعل الأشياء كلها مع بعضها تكون مختلفة أيضا قدمتها للمسابقة التي كانت في القاهرة وحقيقة يعني كنت متفائل بما أكتب ولكن أحيانا يكون هناك شكوك حول الجواز حول مثلا اللجان حول ما يكون هناك من الخلطة بالنسبة لعملية الفوز أو الخسارة بالنسبة للجواز وتفاجأت بعد فترة وهذه هي أول مجموعة قصصية إليه عام 1994 تفاجأت في الاتصال المجلس الأعلى للثقافة والفنون في مصر وأنه أخرنا الجائزة الأولى على مستوى مصر والبطن العربي عن مجووة الرحة ممتاز أكيد حماستك أنه تكمل أعمالك يعني عرفت أنه هاي الجائزة كانت تقديرية يمكن معنويا أكتر من أي شيء تاني وكمان أخذت من جامعة الدول العربية كمان جوائز أخذت من عدة مكانات ويعني أماكن وأعمالك كمان عريضت في الدول العربية مش بس في عمان في بيروت في القاهرة وصلت لفرنسا كيف كان شعورك؟ صراحة جزء للعبئ الأكثر هو عندما تحصل على الجائزة الأولى العبئ الأكبر نعم حينما تحصل على الجائزة الأولى تريد دائما أن تقدم الأفضل تحسارك مسؤول وتريد أن تتجاوز ما قدمت وهناك يكون مسؤولية أكثر أن تأخذ الجائزة مثلا من مصر يعني عاصمة الثقافة وهناك تنافس كبير فيها وتأخذ في المركز الأول أيضا يكون هناك أنت تحت المجهر في ماذا تقدم بعد ذلك والحمد لله قدمت بعد مجموعة التراحة مجموعة الدواج الدواج لمن لا يعرف معنى كلمة الدواج هو البائع المتجول في الصحراء يتجول بين الأماكن بين القرى يبيع الأشياء البسيطة الحرير أو الكحول للنساء بعدها مجموعة خاصية موت إزرائيل كذبتها وهذه عملت لبعض الإشكالات حول الجرأة وحول التجاوز التاب وفي تقديمها كتبت أشياء كثير عن الموت ليس بس موت إزرائيل موت لا أعرف شعائره موت لا أعرف شعائره نوع من الأسطورة يعني أسطرت الحالة في موت لا أعرف شعائره تعاملت مع الموت عندما دخولنا للعالم الرقمي كيف يمكن لإنسان أن يتخيل مثلا القبر الرقمي يكون سي دي مثلا أو أن تكون هناك المقبرة هارد ديسك مثلا فحاولت أن أقلم نفسي بالنسبة للعوالم الجديدة كيف ممكن أن نخلق إبداعا جديدا من خلاله وهذه هي المجموعة التي كتبتها وأنا موجود في فرنسا في التفرغ الإبداعي الذي حصلت عليه عام 2002 طبعا هذه كانت جائزة أكيد تفرغ إبداعي هي جائزة من اليونسكو قيمة الجائزة كانت تفرغ لمدة 14 في فرنسا لكتابة مجموعة فرنسية أبدأ نسألك عن أعمالك الأخيرة المجموعة الأخيرة لأصدرتها طبعا بوحي القرى عمل دراسة هذه الإصدار الثالث لإلها دراسة عن كل قرية من قرى عمان من قرى الأردن طبعا بشكل عام كيف عملت هذه الدراسة دراسة أين تجيب مصادرها المعلومات طبعا بدها تمحيص وتدقيق أكتر من حيث العينات تاخدها من حيث الإحصاءات وغيرها هي ربما هذه يعني ليست دراسة بالمعنى الحرفي بوح القرى من اسمها هناك بوح فيها وجدانية عالية والقرى بما تحتمل من معلومات ومن إرث تاريخي وشعبي وذاكرة وفولكلور هذه صفحتي هي صفحة في الرأي في الأساس في جريدة الرأي كل يوم ثلاثاء تصدر باسم بوح القرى بدأت عام 2005 وهي مستمرة حتى الآن في كل أسبوع لرحلة خاصة إلى قرية من القرى في الأردن في ملحق أبواب تحت عنوان بوح القرى أزور القرية أجلس مع كبار السن فيها أصور القرى لأنني أنا أيضا فوتوغرافي يعني تصويري أتجول فيها بكل تفاصيلها وأمكانتها أعمل دراسة موازية لها علاقة بالآثار لها علاقة بالمواقع بالكتابات التاريخية بما كتبه رحالة حول سلوك القرى أرصد ما كتب فيها من أدب ومن شعر هذه الجزء الأول مجدنا نشوف طبعا غلاف الجزء الأول من بوح القرى أصدرت الجزء الثاني وهلا المفروض الجزء الثالث رح يكون على طريق نحكي عن القرى بشكل تفصيلي هذه مثلا لصورة هذه أحد القرى اللي هي في الباقورة في الباقورة يعني الأرض المستعدة هذه وجدت في مشروع لوتنبيرغ اللي كان مشروع كهرباء شمال أردن وفلسطين فهذه أحد الأسجار القديمة الموجودة في هذا الموقع أيضا هذا جسر المجامع في الباقورة وهو تجمع لثلاث جسور على نحر الأردن هو الجسر الروماني والجسر الإنجليزي والجسر العثماني وهذه ربما تكون من الصور النادرة لأن الموقع حتى الوصول أحيانا يكون فيه هناك صعوبة هذا خربة أو أحد الأبواب القديمة خربة من الخرب في أحد القرى في شمال الأردن تقريبا كل أسبوع تزور قرية من القرى؟ تقريبا كل أسبوع هذا جزء من سد الوحدة شمال الأردن على نحر اليرموك بين الأردن وبين سوريا هذه من قرية الذناب تم أخذ هذه الصورة هذه هي قلعة هنيزة الموجودة في جنوب الأردن على متلة هنيزة في كثيرت الشيء احنا شخصيا كعمانين وأردنيين ممنع رفع عن أردن هذا جزء من سكة الحديد الموجودة في الجنوب هذا أحد الطيبين الموجودين في قرية ضانا وما زال هناك في تعامل مع الإرث الفلكلوري موجود في هذه الأماكن هذا أحد الكهول الذي التقيته في أحد القرى القريبة من أم القطين في قرى المفرق هذه في قرية رحمة من قرى وادي عربة هذا من وادي الموجب الطريق المؤدي من مأدبة إلى الكرك بتروح لحالك ولا بيكون معك فريق كامل هو رفيقتي الوحيدة اللي هي سيارتي وكاملتي وكاملتي ويكون رفيقتي وإدلاء اللي هم أهل القرى أنفسهم هذه خربة أيوب في قرية بطنة في السلطة هذه أحد التفاصيلات أحد البيوت القديمة في واحدة من القرى الأردن الموجودة في المفرق هذا قبر في ياجوز هذا قبر الشاعر نمر العدوان موجود في قرية ياجوز وهو من القبور القديمة والأثرية في الأردن هذه أحد الجسور القريب من قرية جرف الدرويش جرف الدرويش نعم في الجنوب هذه تفصيلة من البيوت القديمة الموجودة في الجنوب الأردن تتذكر كل صورة وين أخذتها صح؟ مرات في صور متشابهة هناك بعض التفاصيل الأبواب والشبابيك تكون متشابهة في كثير من القرى هذه أيضا أحد البيوت الطينية القديمة في جرف الدرويش وهذا البيت تم تصوير في شركة إيطالية فيلم عن سيد المسيح في جرف الدرويش من قرى الطفيلة طبعا شوفنا كل هذه الصور وكل هذه القرى بتروحها قرية قرية زي ما حكيت شو بتستفيد لما تشوف من الناس؟ كيف ممكن نروج أكثر عن هذه القرى؟ أكيد بتحس وبتلمس مشاعر الناس هناك بتعرف شو بحتاجوا فكلها من خلال كتاباتك بتوصل للمشاهدين والقراء شو بتحتاج القرى؟ شو بنحتاج إيد بإيد؟ طبعا من ناحية سياحة من ناحية غيرها من المساعدات؟ حقيقة الهدف الأول ربما يكون الأساسي بالنسبة لي أنه في كتير من تاريخ وإرث هذه القرى يعني آيل إلى الزوال إما من ناحية المادية أنه بيوت القديمة جزء كبير منها الآن بدأ يتم اغتياله من قبل الإسمنت والإسفلت صراحة الشوارع والبيوت الجديدة فهناك توثيق لهذه القرى أيضا تاريخها وذكرياتها كاملة بدأ يزول مع كبار السن فيها ولهذا نرص جزء من الذاكرة الشعبية من خلال التاريخ الشخفوي الموجود فيه بعض التفاصيل والخدمات الموجودة فيها القرية تستغرب أنه في عام 2011 قرية لا يوجد فيها الماء أو الكهرباء بينما هناك قرى في الأردن كانت في عام بداية تأسيس الدولة كان هناك التفاعل المشترك لبناء مثلا مدرسة أو لبناء عيادة أو لجلب المياه لا إله فحقيقة التركيز على هذه القرى ليس تركيز فقط على الاحتياجات ولكن التركيز على التاريخ على الماضي أو على الحاضر وأيضا هناك في بعض الأفكار تروج للمستقبل وكيف يمكن أن تكون هذه القرية جزء منتج وليس عبع على الدولة بشكل عام طب وممكن عن طريق الإنترنت تعرض هذه الأشياء مش بس عن طريق الصحف لا لا عن الإنترنت أكيد هناك في بعض المواقع تأخذ حضرتك كنت رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والصحاف الإلكترونية بتحس أنها بتغني عن الصحف في الوقت الحالي وأصبحت محتكرة وأصبحت المصدر الرئيسي للحصول على المعلومة حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هناك الاستغناء عن الصحف هناك بعض القراءات لا يستبتع إلا بقراءة الصحيفة وهناك جزء آخر دخل إلى العالم الرقمي بطريقة سريعة وأصبح فقط هو مرجع الأساسي الذي هو الإنترنت يعني مثل ما نحكي أن الصحيفة أو الإنترنت لا استطاعت ترغم كل هذاك أن تلغي الكتاب حتى الآن ما زالت هناك في متعة فيه قراءة الكتاب إنما الإنترنت ربما وسع الإيصال المعلومة إلى أكبر قدر ممكن أن بعض القراء يسألون عنها في المغرب مثلا يسألون عنها الموجودين في مصر يسألون عنها الموجودين في لبنان أين توجد هذه القراء بعض القراء تستغرب قرية الباقورة مثلا قرية الباقورة هي قرية حينما تزورها تحس أنك ليس موجود في العالم العربي كامل نشاء الله الجمال الموجود فيها بعض الآثار الموجودة في بعض القراء تحس فيها أنك جزء من التاريخ يعني ما زلت هناك صامد فيه ولهذا أعتقد أن الإنترنت عالم تري وعالم أيضا تري استفت معهم في البحث أيضا يعني بعض أبناء بعض القراء استطاعوا أن ينجزوا مواقع إلكترونية لها خاصة بقراءهم مدوينين نعم ويستجم المعلومات التي أنا قد لا أستطيع الوصول إليها من زيارة واحدة فألجأ إليهم أحيانا فعلا زيارة واحدة تكفي ولا تحس مرات أنه بدك تزور القرية لا هي زيارة واحدة لا تكفي لكن بعض القرى التي زرتها يعني يتمنوا أن يزورها مثلا مسؤول من سنوات مثلا معينة يتمنوا أن يزورها هي قرى نائية وبعيدة ولهذا زيارة واحدة ممكن أن تؤشر إلى القرية ويقال للجميع أن هناك قرية موجودة في هذا الموقع وكما القرية تقريبا زرت لها الآن تقريبا زرت 150 قرية في الأردن من شمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب الجزء الأول واتقت فيه صور ومعلومات عن 30 قرية الجزء الثاني الذي صدر أيضا عام 2010 دولنا واتقنا 30 قرية الجزء الثالث الآن تحت النشر فيه 30 قرية أخرى فهو الموسوعة ستكون بحد أقل سيكون من خمس إلى ست مجلدات كل مجلد حوالي 600 صفحة في حوالي 200 صورة من جميع القرى مع هوامش علمية مع كشافات برضو علمية فهو مرجع أيضا للجامعات ممكن أن يكون بالإضافة إلى المهتمين أكيد طب نحكي كمان عن عملك القصص الأخير شجرة فوق الرأس احكينا أكثر عن هذا العمل وعن هاي الكتابة صدر ولا راح يصدر قريبا لو صدر في العام الماضي شجرة فوق الرأس وهو عبارة عن مجموعة قصص 15 قصة قصيرة أجواء مختلفة أحد الأجواء حول العالم الرقمي كتابات لها علاقة وضعتها تحت عنوان المخطوط الرقمي في أنه كيف أصبح هناك الرقم له أولوية على الكيان أو الروح في بعض الأشياء كيف أصبح حتى صحنا ونونة مرتبطة أشياء لها علاقة بالأرقام الإنترنت، الكمبيوتر، الفيسبوك، التلفزيون يعني أصبح عالم مختلف كليا ونحن ما زلنا على في الواقع تتخيل حتى في نجال القهوة أصبح لا طعم له إذا لم يكن هناك موازي له شيء رقمي هناك مخطوط آخر وهو حوالي خمس قصص حول المنجم أجواء المنجم، عوالم منجم كيف هذه الروح التي تسكن المنجم بقدر ما هي تنتج لاستخراج الفوسفات وأنا كنت موجود في منجم الفوسفات في الحسة بقدر ما هي تعاني أيضا مما تقدمه تعاني أيضا من الآفاق الأسطورية حولها هناك حفر داخل الأرض باتجاه تلك السرادية داخل الأرض موازي للحفر الأدبي والكتابي في هذه الجزئية من مجموعة شجرة فوق راس وبقية الأجواء القصصية لها علاقة بهذه الروح وانت هلأ بس متفرغ للكتابة مظبوط يعني ما في هندس يمكن بعد الجائزة الأولى غيرت المسار حكيت خليها خليني أبدع في المجال أنا بحبه حقيقة الآن الكتابة هي أشكر شركة الفوسفات كانت متعاونة جدا معي ولهذا أعطتني مساحات للكتابة ربما لإحساسها بدورها المشاركة المجتمعية والثقافية من قبل الغطاع الخاص تعاطفه مع الأدباء ربما يكون لكن حتى التفرغ بالنسبة للكتابة لا يعني أن يكون هناك الأديب فقط يجلس ويغلق الباب على نفسه أنا باعتقاد أن عملي في بسوء التوحي القرى التي نجزها فتحت الأفاق وربما هذا العمل يوازي خمس أعمال وظيفية مكتبية لأنه كل أسبوع أنت تذهب إلى قرية ترحال جلوس بعدها بحث كامل موازي الكتابة أيضا الصور واختيار الصور وتقديمها يعني كل هذه أجواء موازية للعمل ولهذا الحديث عن التفرغ الأدبي يعني جزئي هو جزئي لأنه هناك في أمل مستمر وهناك في تفاعل مع المجتمع مستمر ما شاء الله شفت مبارح كثير من أعمالك حتى ما ويسعوا أكتبهم مع وراء واحدة من التسعينات وما زل طبعا شكرا لهذه الجهود نسألك بس عن ملتقى الشباب التي كانت قناة رؤية كمان بقلب الحدث تحكينا أكتر بما أنك كنت هناك المشرف الإبداعي في ملتقى الشباب حقيقة فكرة ملتقى الشباب فكرة نبيلة ورائدة وأنا أعتقد أن الشباب بحاجة إلى أن يلتقوا وأن يتحاوروا وحين الحديث عن التحاور نتحاور وأن اختلفنا ولهذا العينات الشبابية كان هناك 1300 شاب كانوا أفكار مختلفة رؤى مختلفة لكنهم استطاعوا أن يجلسوا مع بعض لمدة يومين ويتحاوروا فكرة الفكرة من الإبداع أو الخط الإبداعي أن هناك حوار آخر ليس داخل القاعات وأيضا ليس في الشارع فقط هناك حوار إبداعي موازي نستطيع أن نعبر عنه عن هموم وتطلعات الشباب أنفسهم الشعارات التي تكون في الاعتصامات هذه نوع من الإبداع الأغاني التي تعطى في الأعتصامات في المسيرات هي نوع من الموازي الإبداعي ولهذا حاولنا أن نقدم المصرحية وقدمنا في الافتتاح المصرحية وأغنية لها علاقة بالهموم الخاصة بالشباب لها علاقة بتطلعاتهم وبالأسئلة حول الفساد حول الحوار حول المحسوبية كل هذه التفاصيل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحدثنا فيها عملنا جدارية استطاع أن الشباب يقدموا إبداعاتهم فيها ويعبروا عن أنفسهم من خلال هذه الجدارية ورسوماتهم قدمنا مجموعة من الشباب عندهم الستاند أب كوميدي استطاعوا أن يعبروا عنفسهم بشخص واحد وستطيعوا أن يقدم خلال خمس دقائق ما يقدمه البعض خلال أيام وصلت الرسالة إلى من يتابع حوار الشباب ومن يريد أن يستمع لهم ويقدم بعض الحلول إن استطاع إلى ذلك إن شاء الله وتطبيق عمل يكون أهم شيء شكراً لك الكاتب والقاس والأديب مفلح العدوان لوجودك معنا اليوم شكراً لكم وأنا سعيد بها اللقاء هذا معكم شكراً تسلم وإحنا كمان أسعد شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم